اعزائي طلبات وطلبات الصف الثاني الاعدادي مناقن يوهلو النهار ده معدنا مع الفيديو بتاعنا من المراجعة بارت وان الجزء الاول واللي هنشرح فيه اللي هي القواعد بتاعتنا بتاع طبعا يونت وان ويونت تو ويونت سري وطبعا عشان ما يكونش طبعا فيديو بتاعنا طويل انا قسمت طبعا الفيديو لجزئين جزء الاول بارت وان شرحت فيه طبعا وحلت عليك على يونت وان ويونت تو ويونت سري وان شاء الله في اللي والجزء التاني هشرح طبعا بتاع يونت ايه فور ويونت فايف ويونت سيكس اه تعالوا طبعا نبدأ مع اول اه حاجة معنا طبعا هو جزء في يونت وان طبعا هو بيتكلم على هنا اول حاجة طبعا معنا اللي هي اللي هي ظروف التكرار وهو الحاجة طبعا معنا هي هنا طبعا النسبة كان مية في المية يعني عادة يعني النسبة بتكون اهل شوية يعني حوالي عن تمانين في المية بعد كده طبعا هنا هنا يعني غالبا والنسبة بتكون سبعين نيجي بعد كده هنا طبعا معناها احيان وبي طبعا بدي تكون النسبة كان خمسين وهنا بعد كده وبتكون النسبة كان آآ 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 كل ظروف التكرار طبعا هنا بتستخدم بعد 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 يعني انا لو عندي هنا ركز معي هون هقول طبعا هنا ايه اول حاجة هون ام ام از ار ام از ار وبعد ام از ار هيجي طبعا هنا مين اللي هو او او يوجوالي يبقى عند ام اوكي بعد ام نحط از ام او از او مين ار تمام كده بعد دول على طول هنا كده كل ظروف التكرار اللي هم مين الظروف التكرار هنا اللي هي always اوكي and then always always دائما او هنا مين usually او sometimes او هنا مين تاني او never او often كل ظروف التكرار دياتي بيقى بلافر بتو بي يعني اول is always is usually or sometimes or never or often لكن طبعا هنا لو عندك المين اللي هو الفعل الاساسي فطبعا هنا بلاي بتيجي بعد مين هنا ايه بعد اللي هو مين always او sometimes او يوجوالي او الكلام ده كله يبقى المين اللي هو الفعل الاساسي بيجي بعد مين بيجي بعد ظروف التكرار طب لو انا عند يبقى هيجي قبل مين ظروف التكرار تمام كده اللي هي ايه قدامنا بقى كده عندنا طبعا حاجة طبعا اللي هي وهو often وهو often هنا بيجي بعدها الفعل المساعد فعل فعل في المصدر زي لم يقول لك هنا ايه يعني كم مرة انت بتروح المدرسة انا عمري ما بمشي يعني كم مرة بيعمل هو الوجب بتاعه في المساء يقول لك وبالنسبة هنا في مية في المية اوكي بقى ييجي بعد كده طبعا هو تكوين هنا انت بتحط هنا ايه الانفينيتف الانفينيتف هنا مع مين هنا مع الفعل اذا كان اي اوكي اي طبعا يعني انا او 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 زي تمام تيجي هنا تحط الفعل فين في المصدر اما لو لقيت طبعا الفعل هي او شي او انت بتحط هنا الفعل ايه او اي اي اس او او اي WITH ايه ودي هنا طبعا انت كده هتحط الفعل مين هي او شي او اات يوبا هي او شي او ات لو لو لقيت الفعل هي او شي او ات هتحط اس للفعل تعالا اخد قملة كده ونشوف هنا طبعا عندي اول حقا هنا وي حطت باللي الفعل في المصدر هو تنس اون فرايدي. تجيبها لو لقيت الفعل هنا سوبجيكت هي او شي او ات زي رودينا رودينا معناها شي يبرو رودينا سمتايمز لسنز توزا راديو خدت بالك هنا اه بعد كده انا بيقول لك طبعا الفعل اه ازا كان الفعل ينته ب او اهو الفعل لو انتهت ب اكس او 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 اس ايش او اس او الكلام ده كله احنا بنحط اي اس هنا او او كي زي هنا عندنا فعل مسلا زي هنا فعل زي واتش ازاو واتش احطنا الى اس يبا ماي بروزر اوفن واتش اس تي في افتر لانش ياس قال لك بعد كده لو الفعل ينته ب واي واس بيكو حرف ساكن زي فعل استادي الفعل زي استادي هو يذاكر نحزف ال واي ونحط اي اي اس طب لو لقيت الفعل هنا ينته ب واي واس بيكو حرف متحرك زي بلي ما تعملش حاجة انت هتحط اس بس زي مسلا فعل استيك استي يعني يبقى تحط لها اس بس تمام غير اللي هفعل بقى اللي هي لو لقيت الفعل الكاري هنا ينتهب واي واس بيكو حرف ساكن هتعمل انت على طول هتحزف هنا ال واي واتضيف اي اي اس زي الفعل هنا استادي لو لقيت الفعل هنا استادي ينتهب واي تحزف ال واي واتضيف اي اس باستادي تمام زي الفعل هنا تراي تراي يحاول تحزف ال واي هنا وتضيف اي اي اس عندنا طبعا النجاتف هنا اللي هي اي لو لقيت اي هنا او وي او يو او زين طبعا هنا بنحط الفعل هنا هيا في النجاتف يبقى دونت يبقى اي دونت وي دونت يبقى اي دونت اوكي? بعديها لازم تيجي على طول اللي هو الفعل فين في المصدر? طب لو لقيت الفعل هنا هي او شي او ات. لو لقيت الفعل هي او شي هو ات. طبعا هنا انت على طول بتعمل ايه هنا? بتحط يبقى بيجي بعدها اللي هو الفعل فين في المصدر. عندنا جملة هنا طبعا بتقول هنا ايه? اهي. اهي اى اي دون ان اي دون ان اي دون ان فراي ديز. لو خلت بلك هنا اي دون کت اب بقى جيت جيت الفعل فين في نفسية. بقى اي دون ان كت اي دو لون انان هي وشي وقت مفرkat ببا월 الشي هنا حطينا ديزي وبعد ديزي interessante ايه الفن accumulation تمام كده? احيانا ايجي النافع هنا بنيفر احيانا هنا بيجي ايه بنيفر? لو لقيت هنا بتحط الفعل في المصدر لكن لو لقيت هنا طبعا ما نفعش نحط بعدها هنا الفعل في المصدر مع هي او شي او ات يعني اقول هي يعني هو عمره ما بيجي للمدرسة متأخر كده وانا في الجملة او. يبقى انا اخد بالي من حتة دي بعد هنا او حطيت الفعل عادة او. تمام كده? بعد كده عندنا طبعا لو احنا عايزين نسأل السؤال بهل. لو عايزين نسأل السؤال بهل هنا بنحط دو او او مين او احنا عارفين ان دو بتاخد هي وشي وهنا بنحط طبعا زي ما احنا وانا وبعد كده يبقى نحط الان في الفعل فين في المصدر يبقى دو يو جو او داز هي لايك او داز هي جو يا زي لم يقولك دو يو سبيك انجليش يعني هل انت بتتكلم انجليش اد دو يو سبيك بعد كده طب لو عايز يسأل بهل هنا يقولك داز شي كوك داز فعل فين في المصدر ونعمل عملية كروس ويبقى للجابة هنا ايس عيدو نو ايضان طب لو هنا داز يس شي داز انو شي دازنت وبعد كده طبعا السؤال بكلمة استفاهم كوشن وورد او وبعد كده نحط الفعل مساعدة او داز وبعد كده نحط السبجكت اللي هو الفاعل او ويو زي هي ات وبعد كده بنحط الان فين ده اللي هو الفاعل فين في المصدر طيب تمام بعد كده نروح على طول على الجزء اللي بقى كده عدنا عندنا طبعا وفرب تو بي وفرب تو هاف وفرب تو دو وكان والكلام ده تعال نروح مع بعضين كده على جزء نحل له مع بعض الموجودة على اليوند بقول لي زي ايرس لو بصيت هنا زي ايرس هنا هتلاقي طبعا هنا مين معنى ات فهتحط هنا طبعا جوز يبقى هنا زي ايرس جوز رون زي صن تيجي بعد كده نمبر تو في نمبر تو هنا بيقول لي ايه هنا بيقول طبعا عندي هنا يو وجوه وو النفينيدف طيب هنا القاهدة بيقول يبقى طول يقع دو يو يو ليو ليو بيORDو يو ليو 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 وي طبعا هنا احنا قلنا الفر 있게 يبقى قبل مين CAPLE من فرب يبقى اي دو. أي نسل فعل ماريوم بسمة المريم. يبقى على ثلاثة هتروح تحط الفعل هنا اللي هو ايه. ايه 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 اس او ايه يبقى عدة دفعات متى. بقى جد. وبعد كده في نمبر سيكس بقول كلمة الاستفهام بقى كده دو بقى كده تروع على طول على اللي هو ايه. اما في نمبر سيفن هنا بيقول بقول هنا ايه طبعا هنا المفروض هنا ايه ار يو هنا سهل بار وهنا الفاعل وبعد كده اجيب هنا طبعا الصفة اللي هي هون يعني هل انت مستعد لانت هانالو يسيق بقى كده هيرو على طول على ايه اه في نمبر ايه هنا بيقول لي زي طبعا هنا ايه هي 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 هنا تاخد ايه هنا تاخد وبعد هنا جيب اللي هو الفعل في المصدر يبقى زي نيجي بعد كده هنا بيقول لك قال له باي باس طبعا هنا مدام قال لك باي باس هنا بقى عايز اللي هي كلمة الاستفهام اللي هي ايه هاو هاو داز هودا جيت توسكول ونروح بعد كده على كده بيقول لي هاو دو يو توسكول اللي طبعا هنا اويك مدام هنا قال لك خمس مرات باس سؤال طبعا هاو ايه هاو اوفن هاو اوفن هنا يعني كم مره والروح ما هي كده على كوستشن نمبر وان هنا بيقول لي اي جيت يو جولي طبعا هنا احنا ما بناخدش جيت يو جولي هنا احنا قلنا كل الفريكنسي تيجي قبل طبعا هنا الفعل الاساسي يبقى يو جولي اي جيت يبقى اي جيت عب ليت ازا ويكند نيجي بعد كده في نمبر تو بيقول لي اول ويز تيلايز طبعا هنا بيقول لك انت دايما اكدب هنا ما نفعش نقول له اول ويز وما نقول له هنا ايه نقول له نيفر يبقى نيفر تيلايز يعني لا تكذب نيجي بعد كوستشن نمبر سري بيقول لي هامدي نود رينك طبعا احنا عندي نها مفيش ناجاتف هنا بنود درينك هما ليه ناجاتف بتاعنا الناجاتف بتاعنا بتاعنا دست يبقى دست ابي درينك يبقى هامدي دست ابي درينك اوكي كوفي فور بريكفاست ناجب كوششنeston uniform بل nationalism on в ليسام استطبعا احنا ايه? وبعد كده هنا بيقول له طبعا هنا ما هنفعش الفعل ييجي قبل دو. المفروض هنا كلمة استفهام يبقى وات دو. بعد كده الفعل يو. وبعد كده اللي هو ايه دو. اوكي? يبقى وات دو تو هافن. نجد الكوستشن نمبر سكس هنا بيقول لي قال له طبعا هنا اه ما هنفعش نسأل بوين? او ما نسأل بيه هنا? نسأل بهاو كيف? وفي الكوستشن نمبر سيبين بيقول له هاو اوفن وليد فيزت طبعا هي القاعدة بتقول ايه هنا? بتقول بعدها هاو اوفن هتحط كلمة لسه فهم دوز بعد كده الفاعل وليد. وبعد كده بتحط اللي هو ايه? فيزت. يبقى هنا السهل بيقول لك هاو اوفن دوز وليد فيزت هز انكل. نيجي بعد كده كوستشن نمبر ايد بيقول لك دوز سالمة. بلاي تينيس. نو شي ازن. طبعا هنا اللي جابة از انت غلط ان بفرط هنا ايه سهل بدوز. يبقى اللي جابة هنا ايه? شي دوز. نو شي ايه? دوزن. يبقى اللي جابة بتاعت هنا ايه? دوزن. اوكي? ده بالنسبة ليه شرح اللي هو اللي هو اللي هو المضارع ايه? البسيط. داني درس على طول اللي هو طبعا شرح مين? اللي هو هافجوت وهس جوت هافجوت وهزي جوت وعندنا وعندنا شرب. اول حاجة طبعا ان احنا عندنا هافجوت وهاس جوت معناها عنده او عندي. اللي بياخد هاز هنا اللي بياخد هاز هي وشيو ات يعني اقول هي هاس جوت. شي هاس جوت? لما اقول هنا يعني هل الباباك عنده عربية زرعة طبعا احنا بنقول ياس ونعمل عملية كروس طبعا هنا معناها هي وبعد كده بحط مين هنا هاس بعدها على طول يبيس هي هاس طيب هنا ممكن اقول الجملة كلها ياس هي هاس قوت ابلوكار او نو هي هازنت او نو هي هازنت قوت ابلوكار نجي بعد كده الهاف هاف بتاخد مين هنا بتاخد اي وي وي وزي ونحط بعدها قوت زي لم اقول لك اي هاف يو قوت اني كازنز هل انت عندك اي ولا دعم اللي يبيس اليو تتحول الى اي اي وهنا بعدها نحط هاف يبيس اي هاف جوت فايف كازنز او تقول يس اي هاب بس طب لو نو ممكن تقول له نو اي هاف انت لكن لو هتكمل تقول له نو اي هاف انت جوت اي كازنز وبعد كده هنروح مع بعضين على كان كان هنا تستخدم بمعنى يستطيع لكن لو انا استخدمتها هنا في السويل هتبقى كان واجه حط بعدها الفعل يو بعد كده الفعل في المصدر يبقى لك كان يو كلايماتري تقدر تتسلق الشجرة اللي يس اليو تتحول الى اي وبعد كده حط بعدها مين هنا كان يبقى يس اي كان نو اي كانت طب لو انا هسأل سويل بقى بكلمة استفهم او لك او لك احمد تقدر تعمل اي احمد قال له اي كان لفت زي سي باكس وده هنا كانت استخدم للتعبير عني اباوت ابلاتي ابلاتي اللي هي ايه هنا اللي هي القدرة طب بالنسبة هنا لي هنا لو انا هطلب او لك اسكينج فور سامسينج يعني اطلب حاجة فهقول كان اي كان اي هاف ايس كريم ممكن لو سمحت ايس كريم بليز قال له يس يو كان او نو يو كانت يس يو كان او نو يو ايه كانت ناكي بعد كده عندنا جزء بشال وشال هنا دي عبارة عن ميك سجستشل سجستشل هنا يعني اقتراح طبعا انا بعمل اقتراح هنا بقول لك هاي شالوي بلاي اجيم ناكست ويكاوند يعني ممكن نلعب كيم اللي عطلة الجاية طبعا انتنا موافعة تقول ييز ذات سا جود ايديا فكرة جميلة جدا اوكي لتس بلاي تنس ناكست ويكاوند طب لو انت ديس اجري مش موافعة تقول له او اي كانت اي ام بيزي مشغول طبعا او 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 ام سوري اي هاف اللودفو مورك ممكن استخدم شال هنا للوفورينج هيلب للعرض المساعدة زي لموالك هنا شال اي هيلب يو تو كاتز او ووتر ميلون طبعا انت لو قبلت وفاة تقول سانكي ويونس بط بي كيرفول ويز نايف لكن خليك حريص من السكينة طب لو انت رفضت بقى تقول له شكرا انا اقدر اعملها بنفسي او او انا مش مش هحتاج اي مساعدة طب انا عندي هنا مادم يبقى السؤال هنا مين اي ووي ويو زي اغدو مين هاف نروح بقى على كوستشن نمبر توي بيقول لي اف كورس يو كان مصطر اللي ان بعد كام لازم يجي انفينيدي في اللي هو الفعل فين في المصدر اللي هو مين كام يبقى يو كان كام نيجي بعدك لكوستشن نمبر سري بيقول هاف يوت انا مادم عندي هنا هاف ويو تدور على مين على جوت نيجي بعدك كوستشن نمبر فور بيقول لي هنا يو جوت اكاميرا اللي ياس اي هاف احنا قلنا يو تاخد مين هنا هاف يبقى هاف يو جوت اكاميرا يعني قال انت عندك كاميرا نيجي بعدك لكوستشن نمبر فور يقول لي شال اي شال اي يو زم ووتر طبعا هنا مادم شال لو فعلي يجي الفعلي فين هنا في المصدر برينج ونروح بعدك كده على كوستشن نمبر سيكس هنا بيقول لي اي هاف اجلاس اف ووتر بليز طبعا انت بتطلب هنا فبيتقول له كان اي هاف كان ايه ايه اي هاف نروح هاكده على نمبر سيفن في نمبر سيفن هنا بيقول لي هاس اي جوت انا امبريلا نو هي مادم هنا سأل بهاز لازم تعمل عملية معصفة تقول نو هي هازنت نو هي هازنت اما في كشن نمبر ايد بيقول لي يو هل بهم وز اس هم وورك ممكن تساعد في الواجب بتاعه طبعا هنا كان يو كان يو هل في نمبر ناين هنا بيقول لي ويت هير حسن الي يزا سا جود اي ديه مادم هنا قال له زا سا جود اي ديه انا فكرة حلوة يبدأ يقترح بمين هنا شال وي في نمبر تين بيقول لي كان يو كاريز اس هافي باكس نو مادم سال بي كان يبقى نو اي اي هنا نو اي كانت وبعد كده طبعا السهل اللي هو هنا يقول لشال وي طبعا بعد شال وي لازم يجي لانفنتف يبقى نقول شال وي اي هنا بلاي اما في نمبر تون بيقول لي كان يو برضو هنا ييجي انفنتف يبقى كان يو اي هنا كان يو هولب ممكن تساعدني وبعد كده لما سال طبعا بيقول لي كان وي ست نيكس دتوزة ويندو قال له نو يو نوت كانت طبعا ما هنفعش نو نو يو كانت على طول في نمبر فور شال اي لازم تقول هنا هولب شال اي هولب بعد كده في السرائل نمبر فاي بقول لي وات يو هاف جوت طبعا ما هنفعش نقول يو هاف نقول هاف يو جوت هاف عب ليه يو نيجي بعد كده كده نمبر سيكس بقول لي هاف يو فاظر طب يو فاظر تاخد هاف ولا تاخد هاز طبعا هنا تاخد مين هنا تاخد هاز يبقى نقول له هنا هاز يو فاظر هنا معناه هي فتاخد هنا مين هاز يبقى هاز يو فاظر جوت اكمبيوتر في نمبر سيفن هنا بقول لي ديد ابطالة بلاي تشيس يس هي كان طب ازاي هنا اللي جابها يس هي كان ونقول هنا ديد هي بلاي طبعا لازم تسأل بمين هنا بكان يبقى كان ابضالله. هنا يقول له طبعا انت هنا تقول له هنا ايه? الاقتراح بشال اي. يبقى هنا ما ينفعش في السائل. يبقى تقول له شال اي يعني هل ممكن ان انا جيب لك طبعا ايه بعض المشروب او تشرب. خلصنا طبعا كده اللي هو ايه هنا لغاية دلوقتي. تمام? بعد كده ايه بنا طبعا حاجة اسمها ايه اللي هي حروف جر المكان. عندنا يعني في الداخل. عندنا يعني على. عندنا يعني بجانب. عندنا يعني خلف. عندنا يعني مواجه له. عندنا يعني تحت. عندنا نير بالكرب. اوكي? ناخد بنى من ايه? دول اللي هم محروف جر ايه? المكان. خلصنا طبعا جرامر يونت وان هروع على جرامر يونت تو. اوكي? وتعني شوف طبعا معانا ايه على جرامر بتاع يونت ايه? ايه? اه في جرامر يونت تو هنا بيتكلم على ايه? اللي هو طبعا زمن اللي هو زمن مدارع المستمر. المدارع هنا طبعا ام او از او ار? اوكي? يبقى طبعا هنا ايه? هتحط ايه? الانفنيتف والانفنيتف تحط له اي ان جي. تحط له اي ان جي. مين اللي بياخد ام هنا طبعا اللي بياخد ام هي اي. يبقى اي ام اي. طب ومين اللي بياخد از هنا طبعا اللي بياخد از هي وشي وات بياخده از. ومين اللي بياخد هنا ار اللي هي وي ويو زي بياخده مين هنا ار. وبعدهم على طول انا بحط الانفنتي فاحط له انجي زي لما اقول هنا مانال اندونا مانال اندونا دول اتنين. فبياخدو هنا ار. وبعد ار هنا حطيت الورب. حطيت له انجي. نجي بعد كده في الجملة انبرتو. بيقول سامي. طبعا سامي هو الفاعل. وسامي هنا ياخد از. وبعد هنا حطينا لرن. حطينا اي انجي با لرننج. صين لانجوج ات سكول. جملة تالتة يعني بيقول له اي انجليش كلاس ناو. بالنسبة للنجي بتاع اي زمن هنا اللي هو البرزن تكنتنوز اه ام توبا ام نوت. از توبا ازنت. ار توبا ارنت. وهي الانفنتي في هنا طبعا تحطو له اي انجي. اوكي. يعني بدلا انا اقول هنا شي از لرننج اقول نجي بعد كده السؤال اللي بعديه او الجملة اللي بعديه بيقول زي طبعا هي النجياتب بتاع ار توبا ارنت بلاينج تنس ناو. اه في حالة ان انت تسأل سؤال طبعا انت هنا بتحط اعمل اول او تحط هنا طبعا از او وتحط هنا طبعا ار. وبعديهم على طول طبعا هنا هتحط مين هنا السبجيكت اللي هو الفاعل. وبعد السبجيكت هنا على طول هتحط اللي الانفينيتف تحط له اي انجي. تحط له اي انجي. زي هنا طبعا ما يقول لك هنا ايه. ات شي هالبنج. اوز شي هالبنج سيك بيبول اد بريزينت. اللي جابها طبعا نعمل عملية يبيز شي ها شي از. ولو نو نو شي ازنت. نيجي بعد كده نزل بعد كده لو سأل بار يقول لك ار زي جروينج بوتايدوز ناو. اللي جابها تبيز زي ار. طب ولو نو نو زي ارن. لما تيجي تسأل سؤال بكلمة استفهام. بتحط كلمة استفهام الاول. وبعد كلمة استفهام تحط هنا ام او از او ار. وبعد كده تحط اللي هو الفاعل. وبعد الفاعل تحط في زي لما اقول لك وير ار يو ووركينج ناو. يعني انت اشغل فين دلوقتي? تقول لها ايام ووركينج ان كايرو. اوكي? استخدمات لتعبير عن حاجات طبعا اه حدث يقع اسناء التحدث او لحظة الكلام زي لما اقول لك زي ار يعني هما دلوقتي بيرتبوا طبعا ايه هنا? اه بيصمموا مكتبة دلوقتي. تمام كده? يستخدم برضو زي امان لوصفة حدث مخطط في المستعمل. يعني لما اقول لما اقول لما اقول لما اقول لما اقول يعني لما اقول لما اقول ing. تمام كده? تاخد بالك لو الفعل برضو انتهى بي هنا زي تحزف وتحط ing. الا ازا كانت افعال زي مسلا هنا. ده هنا طبعا ما تنتبقش على القاعدة. تحط له ing على طول. هنا طبعا لو انتهى بحرف ساكن واسبك ومتحرك تضعه في الحرف الاخير وتحط ing. زي برضو. تروح بعد كده على اللي بعدها برضو لا تنتبق على القاعدة لاحظة انه لا يضعف الحرف الاخير. ازا كان الفعل ينتبق حرف ساكن مسبوك بحرف متحرك. حرفين متحركين. تمام? زي فيد فيدنج. ازا كلمات تدلى على زم البرزن تكنتنوز اليمين ناو ولوك ولسن واتزا مومنت وهي present وتكير وستيل وتونايت ناخد بلنا منهم اهو. وهنا برضو لوك اوت وووش اوت. فيجي الجملة يقول لنا يقول لسن اسمع. هي بتغني. هي از شفت الكلمات الدلة ناوة اهو. جات في الاخر اهو. اوكي? شوف جات في الاول. اه زي ما المدارع البسيط اخد بالك هنا طبعا احنا بنستخدم نستخدم اوكي? على طول تعرف على طول ان هنا فعلا في المصدر مع اي وهي 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 لكن هنا غير طبعا المدارع المستمر خالص تاخد بالك هنا اه? تعال نشوف مع بعضين كده بيقول لك بيقول لك هنا يبقى تروح على طول على عمل تاخد من هنا ايه? تاخد از يبقى نروح بعد كده على عندك الكلمة الدلة هنا از يبقى ايه تاخد مين ام وتحط ونروح بعد كده على هنا بيقول لك ما دام هنا بتسأل عن رأي شخصي بتحط دو يبقى ودو سينك زي ار دوينك ازا مومنت وبعد كده في نمبر فور هنا بيقول لهاو افن دو يو قاعدة هنا بتقول هاو افن كلمة استفهام بعدها دو بعد كده الفعل تروح على طول على الفعل في المصدر اللي هو ميك يعبى هاو اوفن دو يو ميك دينر اما في نمبر فايف هنا بيقول لها ازا مومنت خدت بالك من ازا مومنت او كلمة دالة يبقى ام وازو ارد فيرباين جي يبقى مي مازر از شو بينج بعد كده اروح لكوشن نمبر سيكس هنا بيقول لسن خدت بالك من لسن كلمة دالة على زمن مين هنا اللي هو يبقى طبعا سما تاخد مين هنا از بلاينج يبقى لسن سما از بلاينج ازا يعني بتعزف على ايه البيانو في نمبر سيفن هنا برضو بيقول لك لك يعني انظر كلمة دالة على يبقى زي زي تاخد مين هنا تاخد ار والفير باينج يبقى زي ار رانينج فاست طب تعال اشوف نمبر ايت يعني بيقول لي مدام عندك كلمة دالة على زمن تفتكر طبعا هنا مع اي وي ويوز اي نحط الفعل في في يبقى ايه ايه اما في هنا بيقول لي خدت بالك من كلمة هنا كلمة دالة على يبقى تروح على طول على مين هنا اللعبة اللي انت بتلعبها وبعد كده اروح على كشن نمبر تن هنا بيقول لي اي الويز اجو تسكول ونفوت بطناو مدام عندك هنا ناو تجيب اللي هو اي تاخد مين ام تيكينج زباس في سؤال التصحيح هنا بيقول لي اي ريد ابوك اتزا مومنت خدت بالك من هنا اتزا مومنت يبقى تروح على طول هنا على مين على اي هتاخد مين هنا ام وبعد كده ريد تحطي لها اي ان جي اما في نمبر تو بيقول لي اتزا مناو خدت بالك من ناو هنا وهي يبقى ات هنا تاخد طبعا هنا اي سا هو از يبقى ريد ابوك اي ان جي يبقى اتزا مناو اما في كشن نمبر سري بيقول لي هنا فيه في نمبر سري بيقول لي اخدت بالك هنا من اي يبقى على طول تحط الفعل في اللي هو مين يبقى وتروح بعدك على كوششن نمبر فور بولا اي كانت كومتو زبارك بيكوز اي ام كيلينج مش اه درجة طبعا عشان انا بنظف هي الكلمة اللي تيجي طبعا مع هي مش يستر دي اما ليه هنا ناو وفي كشن نمبر فايف هنا يبقى اللي هو ار مدام عندك ام از ار تروح على درايف دي تخليها اي درايفنج تقوش ال اي وتحط اي ان جي اما في كشن نمبر سيكس هنا بيقول لي هنا في نمبر سيكس بيقول لي وات يو دو ناو احنا عندنا كلمة ناو هنا يعني كلمة دل على البرزينت كونتينيوس يبقى هنا وات ار والفاعل هنا يو ودو تعطي لها اي ان جي ونجي بعدك كوشن نمبر سيفن بيقول ليسن لسن هنا يعني اسمها زي بيردس بيردس هنا جامعة تاخد ار وسينج تحط لها اي اي ان جي اما في كوشن نمبر ايت هنا بيقول ازا فارمرز طبعا هنا عندي كلمة دلة على اللي هي مين ناو وهو برضو على طول تعرف على طول ان ده بريزينت كونتينيوس سيفها فارمرز جامعة تاخد مين هنا تاخد ار هنا طبعا تحط لها اي ان جي تبا جروينج وبعدك كوشن نمبر اين هنا بيقول لي داليا نوت ستادي اون فرايديز طبعا انا عايز اقول لك ان الداليا دي ما بتتذكرش في الاجازات او يوم الجمعة طبعا هنا دي بريزينت سيمبل هنا متاخدش دون متاخدش نوت تاخد ايه هنا دازنت يبقى داليا دازنت مين ستادي اما في كوشن نمبر تين هنا بيقول لي can't help you now اي ام مدام عندك هنا ام ويز وار يوبا الفيرب اللي هيجي على طول هتغطل له اين يجي اللي هي ايه دايينج اللي هو ايه دايينج باي ام دايينج ماي همورك الجزء الجرامر اللي في يونت تو بعد كده على طول حاجة اسمها الظروف الادفربس احنا عندنا طبعا كل الصفات اللي هي صفة زي باد زي كوايت زي ساد اوكي تعال نشوف مع بعضنا كده كل الصفات لو انا عندي هنا صفة زي هنا مسلا عندي هنا برضو هنا زي فاست سريع عندي هنا زي يعني عالي عندي هنا ساد حزين اوكي عندنا يعني سعيد دي سمع كلها صفات في الصفة دي لازم تصف ايه اللي هو ايه هنا الفاعل زي لما اقول هي او شي او ات او اي او او زي طبعا هنا تحط يعني هو بيكون سريع شوف انا اعملها ازاي اهو هي از كويك هي هنا مسلا هنا ايه هي يعني هو ايه سريع تمام اه واحد يقول لي هنا ايه هي الساد هي ازهابي شي ازهابي لكن هنا اللي هو الاتفوربس بتصف الفعل هنا يعني سينج سينجس يغني رونز يجري اه بليز يعزف اوكي طيب تعال هنا كده مع بعضين انا نحولهم الى مين الى اتفوربس كويك هنا تبقى يا ولاد تبقى كويكلي يعني بصرعة يبقى هي سينجس او هي رونز كويكلي هو بيجري بسرعة طيب تعالى نشوف اللي بعديها اه فاست هنا لا هنا فاست طبعا ما تتغيرش تبقى فاست زي ما هي انا اخدها لي دلوقت عندي هنا لود تبقى لود لي يعني بسرعة طيب هنا ساد قال لك تبقى ساد لي طيب عندك هبي قال لك لو لقيت الصفة انتهى بواي نحزف الواي ونضيف مين اي الواي يبقى هنا هي سينجس هابلي غني بسعادة هي بليز زي الجتار ساد لي بيعزف الجتار بحزن اوكي ده الفارق بينهم نيجي بعد كده طبعا كل الصفات بتاعتنا هي بات تبقى بدلي كويك تبقى كويكلي تبقى 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 ت يعني ناخد بالنا طبعا من الحاجات دياتي. نروح بعد كده على الجزء اللي بعد كده. اللي هو انحل. انحل على الكلام ده. يقول لك بص هنا. في هنا. يقود. تروح على طول على اللي هو من المهم جدا ان انت تقود بحرص when it's raining. تعال نشوف على كوششن نمبر تون. هنا بيقول مستر كامالي سبيكس. شفت هنا الفعل اهو. تروح على طول على مين هنا على الادفرب وال. تعال نشوف هنا بعد كده بيقول لك اه نمبر سري. اول فوتبول تيم وان سوزي اسمايل. خدت بالك من الفعل اسمايل يبتسم. اهو. تروح على طول مين هنا على الادفرب هابلي. تعال نشوف هنا بقى. يقول لك زكاة السيدينج. هنا شفت فربي توبين. يعني ايه قاعد اه انزصان. وخدت بالك هنا من الفرب اللي هو مين هنا سيدينج. يبقى يجلس. يجلس في الشمس ايه اللي هي اللي. والروح على كده كوششن نمبر فاي. بيقول لزا تشيلدرن ار سينجينج. خدت بالك من سينجينج يغني. اه. تحط بعدها مين هنا يعني يغنوا بصوت عالي. بعد كده هنا برضو في كوششن نمبر سيكس سما ووكس. خدت بالك من ووكس. اه يمشي. او تمشي. يبقى تجيب بعدها هنا الادفرب اللي هو مين كويكلي. في نمبر سيفن هنا بيقول له ماي كوزن اس فيري. فيري هنا فيرب توبي از. يبقى يكون جود. اد بلينج. ما خدت شوي اللي هنا لانه ما جابش فيرب. جاب هنا فيرب توبي. تعالي شوفنا الكوششن نمبر ايت هنا. في نمبر ايت هنا بيقول له ماي برازر سبيكس. خدت بالك من سبيكس او. يتحدس او يتكلم. يبقى كويت لي. تعالي شوف بعد كده كوششن نمبر ناين. بيقول له توز رينينج. شوف هنا اخدت بالك من رينينج تمطر. يبقى هنا تمطر بغزارة يبقى هيفي لي. تعالي شوف بعد كده كوششن نمبر تين بيقول له زير وير سم كوششنز. كان في بعض الكلمات الصعبة او الاسئلة الصعبة يبقى هارد كوششنزين زكزام. هنروح على الجزء بتاعلي زيه الكمبيليت او اللي هو ايه طبعا نصحة. يبقى كويت هنا تبقى ايه كويت لي بهدوء. نجي بعد كده هنا بيقول له هنا. عند يبقى ساد تبقى هنا ايه ساد لي زهب بحزن. تعالي شوف اللي بعدية هنا بيقول هنا ايه بيقول خدت بالك هنا يعني المعلمة بتعامل كل الاطفال بتاعتها بايه يبقى هنا كايند تبقى ايه كايند لي. نروح بعد كده لكوششن نمبر كام نمبر 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 فور بيقول لك هنا يطير سع يبقى سلو تبقى هنا ايه ببطء نيك لكوششن نمبر فايف هنا بيقول سيوز هنا يعني تخيط او تنسج طبعا بعدها تبقى هنا ايه تبقى هنا يعني بايه هنا بطريقة بعد كده طبعا نروح على هنا بيقول لي اهمد اهمد هنا طبعا هنا ايه بيقرأ يبقى بصوت عالي يبقى نجي بعدك كوششن نمبر سيفن بيقول انصر زي كوششن بيجاوب على سيلة خدتبالك من انصر زي جاوب بيبقى ايزيلي ايزيلي هنا يعني ايه بسهولة نجي بعد كده كوششن نمبر ايت بيقول لي هنا ايه في نمبر ايت بيقول لي نادر بليز باسكتبول جد هنا تبقى ايه وال اما في نمبر ناين هنا بيقول لي اليس بيكس خدتبالك من سبيك يتحدث يبقى هنا تبقى ايه كوكلي بعد كده نروح على كوششن نمبر تنبول في نحية الحفلة زي جستي سليف خدتبالك من ليبي وغادر هنا تبقى ايه خلصنا طبعا الجزء ده نروح على الجزء اللي بعد كده ايه نشوف هنشوف بعد كده طبعا اللي هو بتاع كام يونت سري يونت كام سري اه في الجزء بتاع يونت سري طبعا بيتكلم على زمن اللي هو زمن الماضي البسيط وده طبعا هنا بيعبر عن حدث تم وانتهى في الماضي وبنستخدم طبعا ايه هنا بالنسبة لنا اللي هو التصريف الثاني للفعل للتصريف الثاني للفعل عندنا طبعا هنا الجمل المزبطة احنا هنا الفعل بنحط له دي او اي دي او اي دي مع اللي هو ايه الفعل المنتظم لكن عندنا افعال غير منتظم ما بنحفظها زي ما هي طيب امتى نضيف دي هنا قالك لو الفعل انتهى بايه يبقى زي يعني يدعو فهنا حطنا له هنا ايه هنا دي يبقى طيب هنا نحط الفعل امتى اي دي قالك لو الفعل انتهى باي واسبكو حرف ايه ساكن يبقى نحزف الواي ونحط هنا ايه اي دي يبقى طيب امتى نحط هنا الفعل اي دي قالك لو الفعل انتهى باي واسبكو حرف متحرك هنا نحط له اي دي عادي يبقى ستي ستيت قالك هنا لو الفعل انتهى بحرف ساكن واسبكو متحرك نضعف الحرف الاخير زي ستوب ستوبت طيب هنا الفعل العادية زي فيزت نحط له ايدي يبقى فيزت فيزتت زي مسلا هنا افعال غير منتزمة زي هنا قط قط هنا ايد ايد زي بوت بوت درينك درانك اه لو اتكلمنا طبعا على الباست سيمبل اللي نتكلم على فيربي في الماضي اللي هو ام وز وار الماضي منهم هنا مين اللي هو وز وير وز و ايه وير وز يعني كان وز انت يعني ما كانش وير يعني كانوا وير انت ما كانوش اللي بياخد هنا وز اللي هي اي وهي وشي وقت طب ومين اللي بياخد وير اللي هي وي وجوه وزي زي لما قال دكتر ماك دي عكوب وز بورن ناينتين سرتي فايب يبقى ولده في سنة كام الفين آآ الف تسعمية وكام خمسة واتتين طيب لما وليز زي اجيبش عن هان بول تيم فريق طبعا كنت يدو وير كانو زي فرس تيتين فروم افريكا توين زور لتكوب انهم ما يفوزوا بكسي العالم عندنا برضو لما نتكلم على الباست سيمبل لازم نجيب طبعا كانو كود الماضي بتاع كان كود دهو لالقدرة في الماضي زي اللي مقول لك وين اي وز يونج لما كنت صغير اي كود بلي فوتبول بطي كود انت بلي اتشيس اوكي لكن لما نروح بقى على تكوين الزمن هلاقي هنا طبعا الزمن يتكون من فاعل بعد هنا كده تحط اللي هو النافية بعد تحط اللي هو الفعل فين في المصدر زي كده تعالى ناخد جملة تقول هنا اي دينت جو تو سكول يستردي يبقى انا مروحتش المدرسة مبارح اوكي يبقى هنا نفيت الجملة لما تيجي تسأل سؤال بهل بتكون السؤال هنا بهل القاعدة بتقول ايه هنا بتقول هنا طبعا تحط مين الاول وبعد هنا تحط وبعد تحط اللي هو الفعل فين في المصدر طب تعالى نعمل يجي سؤال يقول لك ايه هنا يقول لك يعني هل انت روحت المدرسة مبارح وتعفل السؤال طبعا لما تيجي تجاوب هنا هتقول ايه هنا هتقول ييس او نو بص انا احلا زي يس او نعمل عملية نروح كده بص نشوف الساهم هيجي ازاي اليو هنا تتحول هنا ايه الى وهنا دد هنا ايه زي ما هي هيبيس اوكي يس اي وبعد ايه مين هنا دد طب وهنا لو قال لك لو هنا طبعا هنا ايه نو اي ددن نعمل برضو عملية مقص وهنا في كده الجمل بتاعتنا طب ولو تجي تسأل سؤال بكلمة الاستفاهم قال لك اول حاجة في القاعدة تحط كلمة الاستفاهم زي وبعد كده تحط هنا الفعل مساعد دد وبعد كده تحط الفاعل وبعد كده تحط الفاعل في المصدر جو وتقوله هنا يستر دي يستر ايه دي يبقى يعني روحت فين امس كلمات تدل على الزمن الباست سيمبل زي مين هنا كده زي انزا باست او اي حاجة فيها اجو او ويك اجو امانس اجو اي ار اجو او يستر دي او لما اقول ان واجيب سنة زي في الماضي كده او لما تقول طبعا وين اي ووز يانج او وين اي ووز ليدل او تقول لست اير لست اير يعني العام الماضي او لما تقول لست او لما تقول لست ويك او لما تقول لست اي يوم بقى تمام كده ده بالنسبة لمين لها جدي بعد كده طبعا هنروح على الحل مع بعضينا كده تعاني تشوف مع بعضينا بيقول لي زي هنا ده حبيبي ده سؤال هنا كلمة سفهام الفاعل مساعدة دد الفاعل في المصدر يبقى وين ديت زي وين متى هم فازوا نجي بعدك كويسشن نمبر تو بيقول لك وين اي وز سيفن لما انا كان عندي سبع سنوات انا روحت مدرسة ابتداي يبقى انا ايه التصريف التانع وينت يبقى اي وينت عرفت ان انا هي ماضي ازاي الجملة دي من واضح لما وين اي وز سيفن لما كان عندي سبع سنوات نجي بعد كده كويسشن نمبر سري هنا بيقول لي ايجيبت ساوند بول تيم ان فاينال بي فور اتس نوز فيرس تايم يعني عايز يقول لك ده مشاول مرة يلعب هو هنا لاعب يبقى في بليد وينيجي بعد كده كويسشن نمبر فور هنا بيقول لي ماي انكر رشيد بورن طبعا انا تجيب على طول ماضي يبقى واز بورن يعني ولده ونجي بعد كده كويسشن نمبر فايف هنا بيقول لي زي وين زا لاست ماتش اور نوت هل هم فازوا بالماتش الاخير ولا لا طبعا هنا السؤال بمين بديد نيجي بعد كويسشن نمبر سيكس بيقول لي where did your parents طبعا انا قلت كلمة استفهم دد فاعل فاعل في المصدر على طول يبقى هنا ايه live وبعد كده في كويسشن نمبر سيبقى بيقول لي زي لو خدت بالك من اقو هنا كلمة دل على زمن الماضي تدور على طول على مين على لفت وبعد كده اتروع على كويسشن نمبر ايت بيقول لي زي ماتش يسر داي شي انجوي دي ادفر ماتش طبعا هنا مدام في يسر داي تروع على طول على التصريف التاني اللي هو ايه واشت وفي كويسشن نمبر ناين هنا بيقول زي تشيلدر وين زا فوت بالماتش لاستويك حالا لاطفال فيزو بالماتش الاسبوع الماضي طبعا ده سؤال بمين بهاليو بديد نيجي بعد كويسشن نمبر تاني بيقول لي هده هده اتهم يستر داي عشان يستر داي هتجيب هنا في في الماضي يبقى هده واز اتهم يستر داي هده كانت في البيت امز وفي نمبر ليفن هنا بيقول زي اتزم يزي ام سري ويكس اجو عشان هنا اوي اوي تو ويكس اجو او سري ويكس اجو يبقى هنا طبعا هنا ايه ما كانوش خلو بالك هنا مفعش نقول ديدنت لان ديدنت تيجي هنا في بعديها في المصدر انا بيقول لك زي وير انت يعني هما ما كانوش في المتحف سري ويكس اجو ونيجي بعد كده لكويسشن نمبر توالف يقول لي وير يو ووريد اباوت يور برازر اللي يستعمل عملية مص يوت تتحول الى هنا ايه 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 واي ما تاخدش وير تاخد مين واس اما بالنسبة السؤال طبعا لهو ايه كوريكت بيقول لك زي لف ان اسمول فلات فروم تو ساوزن فايف تو ساوزن سيكس طبعا هنا ادي مدة زمنية في الماضي بليف هنا تبقى لفت وفي كويسشن نمبر تو في نمبر تو هنا بيقول لي هنا ايه بيقول لي مجد يعقوب اربورن هو مجد يعقوب لسه هيتولد امالي هنا ده ولده يبواس وانا يجي بعد كده الكوشن نمبر سري هنا بيقول لي ايه بيقول لي ايه بيقول لي انا عند لست اير طبعا انا احط دول يبقى طبعا انا احط هنا دول ايه المفروض هنا ده السؤال في الماضي عشان هنا لست اير يبقى طبعا مش احط دول امال احط ايه هنا احط دد احط مين دد ويجي بعد كده الكوشن نمبر فور هنا بيقول ازا السينير تيم اللي هو الفريد طبعا ايه اللي هو السينير اللي هو الكبير. قال لك هنا طبعا نوت وين زا فاينل. يبقى هنا ما ينفعش الموضي هنا بنوت المفروض هنا ديدن. يبقى ديدن ايه هنا وان. ديدن ايه وان. وبيعدي كده في كشن نابر فايف بيقول لي هنا ايه في نابر فايف بيقول لي زي جات مارد. طب انا عندي باس تبقى اقول لي جيت او يعني تزوجه. نيجي بعد كده كشن نابر سكس هنا بيقول لي هنا بيقول لي. في كشن نابر سيكس هنا بيقول لي هنا بيقول لك هل انت زورت الريف يبقى ديد. وفي نابر سيفن هنا بيقول ديدنها وانت هنا مش قلنا القاعدة بتاعتنا ديد والفعل والفعل في المصدر يبقى هنا ايه ايه اما في نابر ايت هنا بيقول لك وين شي وصفور لما كان عند اربعة سنوات بيقول لك شي كانت. طب انا حط لي كانت هنا المفروض هنا اقول ايه كودينت هنا الباست من كانت. يبقى شي كودينت وجي بعدها الانفينتف اللي وهي سبيك ايه يبقى شي كودينت سبيك انجليش ما يدريتش. وبعد كده نابر ناين بيقول لي زي ار از كلاب يستردي. طب لما انا عندي يستردي لها حطار هنا المفروض هنا ويري يعني كانوا. وفي نابر تن هنا بيقول لي يعني انت ما قدرتش مبارح ان انت تشيل الهيفي بوكس ده. طبعا لي احط كانت هنا وانا عندي مبارح يبقى المفروض تبقى هنا ايه كودينت ما قدرتش اقول لن تصطدع. اه طبعا ده يعني هنا الكلام ده كان على لسلوان وطو طبعا في ايه في يونت سري. ده رسل اللي بعد كده بتكلم على دي قاعدة تستخدم عن التعبير عن يعني عبارة عن عداد كانت في الماضي كنت انت بتقوم بيها. تمام? يعني انا دلوقتي لما اتكلم عن قاعدة يوزد تو يبقى انا كنت باقوم بعمل شايف في الماضي لكن دلوقتي ايه ما باقومش به. تعالوا نشوف القاعدة بتاعتنا انا تحفظهم زي ما هما. تحط الفاعل. احفظ دول كده بالزبط كانتك عرفت ايه كل حاجة. يجي الفاعل في الماضي. نيجي بعد كده على القاعدة دي لما تكون الجملة فحقول يعني انا كنت معتادة ان انا هلعب تنس. اوكي? طب لما تجي تحطها في النجاتف تحط السبجيكت. بعد كده بتحط وبعد الدينت تحط هنا ايه? من غير الدي. بعد كده هنا تو بعد كده الفاعل فين في المصدر. تعالوا نشوف القاعدة رقم سري في القاعدة رقم سري بقى اللي هو السؤال بدد. تحط دد الاول. وبعد دد هنا هتحط السبجيكت اللي هو الفاعل. وبعد كده بتحط هنا يوز. وبعد كده تحط تو معاها. بعد كده الانفينتف اللي هو الفاعل في المصدر. فاقول لك دي دي يوز تو بلاي تنس. دي دي يوز تو بلاي ايه تنس. انزل بقس يعني انت كنت معتادة ان انت تلعب تنس في الماضي. نيجي بعد كده اللي هي قاعدة رقم اربعة. ودي قاعدة السؤال بكلمة استفهام. يعني ممكن اقول لك هنا اللي هي ايه? مسلا وبعدها على طول بتحط دد. وبعد دد تحط السبجيكت. وبعد السبجيكت هنا تحط هنا يوز تو وبعدها انفينت في اللي هو الفاعل فين في المصدر. يبقى هنا اقول لك دي دي يوز تو دو. ودي دي يوز ايه تو. تعال نشوف هنا كده الحل كده نمبر ون على القواعد اللي هو انهم بالزبط دول. بل لك يوز تو هاف اللوت فو مورك. دي القاعدة رقم كم ديت? قاعدة رقم سري اهو. شفتها? دي دي يو يوز تو. يبقى احنا طبعا هنا محتاجين هنا مين دد ده ايه. تروح بعد كده لكوشن نمبر تو هنا بيقول لديت هاسان دي القاعدة برضو هي نمبر تو. ما دام قابلك دد والفاعل تجيب يوز من غير دي. يبقى ديت هاسان يوز تو ليف ان كايرو. تروح بعد كده لكوشن نمبر سري بيقول لك ياسر زي جراند ماظر يوز طبعا هي بتاخد بروبزيشن تو. يبقى يوز تو وورك انا هزبتل كان معتادة ان هي تشتغل فهزبت المستشفى. نروح بعد كده لكوشن نمبر فور هنا بيقول لي my father work in اصوان. يبقى بابا كان معتادة ان هو يشتغل فاسوان يبقى يوز تو وورك. نمبر فايف هنا بيقول ياسر زي انكل يوز تو ليف ان تونيجيا. طبعا هنا دي دين يوز تو ليف. اللي هي النيجتف اللي هي القاعدة رقم كم ديه نمبر تو او وبالنسبة لكوششن نمبر سيكسي بولي ديو يوز تهاف ان ديفران توبز اللي نو هو سائل بديد يبلغي بهنا ايه نو اي دي دينت وبعد كده في كوششن نمبر سيكسي بولي ماي انكل يوز ديو تليف ان طبعا مدام هنا قل لك ناو تجيب بريزنت سيمبل مع هي وشي وتتحط اس لو كانت اي ويوز ايه تحط لف وفي نمبر ايد بولك شي يوز ديو طبعا انا عند الفعل في المصدر هنا مين بي يبقى شي يوز ديو بي فات بطناو شي سام تعال تشوف نمبر ناين بولك وير يو يوز طبعا دي القاعدة رقم اربعة اللي هي كلمة الاستفاهم تحط بعدها ديد اللي هو الفعل المساعد بعد كده يو بعد كده يوز طو بعد كده بورو في انفينت في او والروح بعد كده لكوشن نمبر تين هنا بيقولي نو اي طبعا هنا مين ديد انت السؤال اللي بعد كده طبعا هو مين هنا اللي هو كوريكت هاو ديد يو ما ينفعش يوز دمال تجيبها من ايه ايه من غير دي وبعد كده في كوشن نمبر تو بيقولي دكتور ماك دي يوز طبعا هنا ما تنفعش يوز هي اعتاد يبقى يوز ده والروح بعد كده على كوشن نمبر سريبيو اللي يسرس جراند فاضل طبعا الانفينت في هنا هي ديد انت وبعد ديد انت تحط اللي يوز يبقى ديد ان يوز تو نو تو ايه نو وبعد كده في كوشن نمبر فور هنا بيقولي هنا طبعا هنا يوز تجيب بعدها تو وبعد كده الانفينت في اللي هو بي يبقى كده حصل معي نيوجد و ايه نوutta لففور في افايرت التكوشن نمبر سيكس بل ذات بلد أخلو بي بل الا انفينت في اكس با بي وبعد كده في كوشن النمبر سيفين بقولي هنا آ buscando و غير م الزيوم هي كل حاجة كانت في الماضي عادات يبقى هنا ما تاخدش ايه اهم تاخد ايه وفي نمبر ايد بيقول لك خد بالك حبيبي هي كان عادة هنا معتادة ان هو يلعبها في الماضي لكن دلوقتي ما ينفعش هنا نقول هنا يبقى اه دي طبعا كل حاجة كانت معنا على يونت وان ويونت تو ويونت سري بالنسبة لجرامر ان شاء الله بازني جاي بازني الله كده في الفيديو الجاي هنشرب مع بعضنا طبعا بتاع يونت كام يونت فور يونت فايف يونت سيكس اتمنى ان احنا نكون استفادنا من الفيديو ترجمة نانسي قنقر